كاميلا هاريس واللي على بعد أيام قليلة من انتخابات رئاسية حاسمة في أمريكا مش أول سيدة سودة تحلم بدخول البيت الأبيض يمكن صحيح هي أول اللي نجحوا ووصلوا للمرحلة النهائية لكن قبلها 50 سنة وفي ظروف معقدة وطريق صعب خاضت تشيرلي تشيرلوم أول أمريكية من أصول إفريقية حرب شارسة عشان تترشح للرئاسة مين هي تشيرلي وإزاي انتهت حكايتها؟ أنا أمار رسلان هحكي لكم الحكاية على عودة الرابع رحلة تشيرلي زي ما بتحكيها في كتاب مذكراتها The Good Fight أو الكفاح الطيب بدأت من أول دخولها مجال السياسة في منتصف الستينيات واللي قبلت فيه تمييز كبير بسبب كونها امرأة وكمان من أصول إفريقية وفي وقت كانت السيطرة فيه في المجالس التشريعية للبيت وبس وبتحكي إنها من صغرها كانت متفوقة في فريق المناظرة وأخذ الجوائز كتير لدرجة إن أسازتها شجعوها تشتغل في السياسة وكانت إجابتها دايماً ثابتة إنها بتواجه إعاقة مزدوجة الأولى لإنها ملونة والتانية لإنها أنسة وإحساسها بالعجل خلها تتطوع في العمل المجتمعي لمصندة المرأة ومن جمعية لجمعية ومن ربط الربطة لحد ما لقت نفسها تاني أمريكي من أصل إفريقي في المجلس التشريعي لولاية نيويورك ومن هنا بدأت مسيراتها السياسية وحلمت بالترشح للكونجرس وقررت تخوض الانتخابات سنة 1968 وبعد حملة شرسة فازت في الانتخابات وبقت أول سيدة سوداء في الكونجرس الأمريكي لكن التهميش والتمييز ضدها فضل مستمرة وعينوها في لجنة الزراعة بمجلس النواب وهي كانت شايفة أن الدور ده مش مناسب مع وعودها لنخي بيها لكن بالرغم من كده استخدمته في إطلاق برنامج لمساعدة الفقراء وبقت تشاشل من معروفة بأنها لبرالية قوية واشتهرت بانتقاداتها العلنية لواشنطن خصوصاً في حربها على فيتنام وقدمت أكتر من خمسين تشريع دفعت فيه عن المساواة بين الأمريكيين في الجنس والعرب وفي يوم 25 يناير 1972 وفي مكان متواضع بكنيسة كونكورد المعمدنية في بروكلين أعلنت تشاشل عن نيتها الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة وقالت وقتها أنا مش مرشحة أمريكا السوداء على الرغم أني فخورة بدا وكمان مش مرشحة الحركة النسائية رغم أني برضو فخورة بدأ لكن أنا مرشحة للشعب الأمريكي وجودي هو رمز لبداية حقبة جديدة في التاريخ السياسي الأمريكي ومن بداية حملتها بدأت المعارضة والتنمر ضدها وتجاهلها السياسيين جوال حزب الديمقراطي واللي اعتبروا ترشحة مجرد لفتة رمزية ولما اكتشفوا أن تشيرلي واخدى المسألة بجد منعوها من المشاركة في المناظرات الأولية بالتلفزيون وبعد اتخاذها الإجراءات القانونية سمحولها بإلقاء خطاب واحد بس وبتقول في مذاكراتها أن على الرغم أنها كانت عارفة أن النصر هدف بعيد لكنها اختارت أنها تترشح لأن كان لازم حد يعمل حاجة ويحرك المياه الرجلة ووجهت حملتها أزمة مالية وبلغ انفقها 300 ألف دولار بس وده مبلغ قليل بالنسبة لحملة رئيس في أمريكا لكن رغم كده أداءها كان مسير للإعجاب وجمعت حواليها المتطوعين من الشباب والنساء من أعراق مختلفة واحتلت المركز الرابع من بين 15 مرشح ديمقراطي في أصوات المؤتمر الوطني وشاركت في 12 انتخابات تمهدية وحصلت فيهم معلمية 52 صوت من أصوات المندوبين ودي كانت نسبة هيلة بالنسبة للأوضاع اللي خضت فيها الانتخابات لكن في نهاية المطاف كانت كل الظروف مجتمعة بقوة ضد محاولاتها الرئاسية واضطرت للإنسحاب وبتقول في المذكرة لما ترشحت للرئاسة وجهت تمييز كوني امرأة أكتر من كوني سوداء لكني وثقة أني كنت حافظ للتغيير وفي يوم من الأيام هتشهد أمريكا ترشح امرأة لرئاسة الولايات المتحدة